مساسة لدار غريب الحلقة السبعة بتبدأ الحلقة بغريب لما راح لمراته اسمة وقال لها على كلام الدكتور ان الوضع صعب جدا في رجلها وانها محتاجة لبتر اتصدمت في الاول وقالت له طيب اي علاج ممكن يعني خلي الموضوع يبقى كويس لكن قال لها ماينفعش قالت له ان عايزة بنتي لكن هو طبعا مش عايز سيره عن ندى بعد كده بيتصل بي واحد من قرائب اسمة في العراق وبيقول له هاته هنا عشان نعلكها قالوا ان اتديرها هنا فيها دا كترة كويسين وحنعالجها هنا وكمان معيش تكاليف عشان نصفرها من لايه بعد كده اني ندى بتتكلم مع جوزها اللي بيقول لها ان حاجة النهاردة متأخر وامني اللي عاشها كويس هنتلو هعمل لك تشريبة لكن هو مش بيحبها لكن هنتلو هتحبها من ايدي من لايه بعد كده غريب مع بنته بيوصيها على امها لانها خلاص هتعمل عملية ومفروض انها دلوقتي بتنومة في المستشفى وبيوصيها على امها وما تسيبهاش ابدا وبييجي سالم بيسأل طبعا على عمته اسمة وبيقولوله ان هي تعمل عملية في رجليها وفي المستشفى بيروح طبعا معاه وغريب بيوصيه ما يجيبش سيرة ندى قدامها بتتجهز للعملية وطبعا كانت قلانة جدا وبتسأل سالم عن ندى قال لها اهم حاجة دلوقتي صحتك اما ندى كانت قاعدة مع سالم اللي بيقول لها ان امك خلاص رجليها تقطعت من يومين طبعا بتتخضي جدا وبتتصدم وبتفضل تعايت وبتقوله ان اكيد امها مش محتاجة ان هي ترجع لها وهي حزينة اوزة علينا اكيد بتتمنالها الخير بتقوله كمان ان الحب بتات بيوجع القلب وكمان بيخليك تعيش في ظروف صعبة جدا وبتقوله تعالى واريك انا عيشة في ايه عيشة بتوري القوضة قد ايه قذرة جدا وحشة وعمالة بتوري القوضة وبيقولها زي سكنة هنا بيجي مرة واحدة ناصر وبيشوفهم مع بعض وبيفهم غلط وبيطرد سالم وبيضربه اما بالنسبة الغريب اللي كان مع اسمة اللي الدكتور كان بيقول ان هي بتسأل دايما على بنتها معرفش اسمها ايه قال له يا دكتور انا ما عنديش غير بنت واحدة بس اسمها سالوة وطبعا انقر ان هو عنده بنت تانية واسمة كانت في حالة نفسية وحشة جدا بس خلاص هتخرب من المستشفى اما ناصر اللي بيكلم مع نادة وسالم وبيزعق جامد وبالنوم بتحمله ايه هنا لوحدكم في الدار من غيري يعني قاعدين في قطة النوم بتحمله ايه وانا مش موجود ويطرد سالم وبيمسكها يضربها وطبعا بتقول له ما عملتش اي حاجة انا سبت الدنيا على شانك قال له انا كمان سبت الدنيا على شانك وعيش في مكان قصر زي ده علشان خطرك بتجري برضو تتكلم مع نسرين وبتقول لها اقول يا نسرين انت شفتين قاعدين مع بعض ازاي نسرين طبعا ما صدقت وفضلت تقول انها شافتهم في اوضاع وحشة جدا ومتقدرش تتكلم نسر اول ما سمع الكلام ده طلقها على طول بعد كده خرج الورق وقال لها ان الورق ده هو الورق بتاع ابوكي وانا كنت شايله وححرق قدامك علشان ما يبقى الكيش راجع بعد كده الابوكي وتيبقي قاعدة كده تايها ضايع في النص وبيروح لابو سعود وبيقول له ان مراتي عايزة تشغل مركب ومعاها فلوس خاصة بيها والمركب ده هتشتغل عليه وحيبقى بينك وبينها بالنص اللي هتكسبه بالنص طبعا بيقول له العرض ده ما يتفوتش بيروح سالم عشان اتطمن على نادا بتزعق له وبتقوله امشي من هنا انت السبب في كل اللي بيحصل وبيركب عربيته وبيمشي اما بالنسبة الغريب بيحاول يساعد اسمة وبيقولها لازم تشربي او تاكلي حاجة لكنها بتقوله انا عايزة بنتي بيوصي طبعا سلوة على امها وبيقول لها خلي بالك من امك ومس بهاش ولا لحظة بلاي بعد كده بيفتح الباب وبيلاقي واحد من اهل الديرة جاي عشان خاطر يشوف اسمة اما نادا اللي كانت عماله بتعايت بعض طلقها وبتطلع تتكلم مع نسليني وبتقولها ليه عملت كده وليه كذبتي بتقول لها كمان انت شايفة ان انت احسن مني قالت لها طبعا انا احسن منك لان راديو بنصيبه اسمتي بتقولها ازاي هيلك قلب انك تطعنيني في شرفي فضلت نسليني تضحك وتقولها شرفك ايه يا مشرف يلا ليه بمقشك وحكتك وخرجي على برة ولما سألتها ناصر حيجي امتى قالت لها مهوش جاي اصلا وانتي ما تكيش عيشها بعد كده هنا وطبعا النادى كانت في حالة نفسية وحشة جدا اما بالنسبة للضيف اللي كان جاي يشوف اسمة بيقول لغريب ان عرس بنت اخته النهاردة عليها على خالد ولازم تحضر لكن طبعا بيقول ان هو متخاصم مع اخوه بسبب اللي عمله لكن قال له انت اخوات ولازم تباركله وتبقى جامل في اليوم ده وبيوصي مرات واسمة متاكلش سكريات كتير عشان قطر السكر اللي عندها بدر واخد المعرس اللي هو خالد وموديه طبعا لعرسته بس زي ما يكونش عمتان وطبعا خالد ما كانش مبسوط ابدا عشان هيتجوز عليها وبيقوله انت بتشمت فيه قال له ان مشمتش فيه لكن انا اللي حفوز في الاخر بسلوة وسلوة بتاعتي انا بلايه بعد كده بيحصل طبعا كتب الكتاب والمقزوم بيكتب كتب الكتاب وبييجي بعد كده واحد من اهل الديرة بيقول لي زكريا ان غريب كان بيسأل عليك وبعايت لي ان انا ابارك لك لكن بيقول لو كان عايز زيجي كان جه غريب بيروح فعلا بس للأسف مش بيرضى يدخل وبيمشي اما بالنسبة لأسمة بنتها بس رحلها شعرها وكمان بتحط مكياج وبتقول لبنتها البسي ويلا بينا وليه بعد كده ام العريس وام العروسة طبعا الاخوات فرحانين جدا وبتقول ام العريس لأم العروسة انت وعدتيني تكتبيلي البيت قارت لها ان شاء الله هكتبلك البيت بس لما ابنك يبقى كويس مع بنتي طبعا العروسة موجودة هي ومبسوطة جدا وسعيدة الرأس والطابل في كل حتة وفي كل مكان اسمه اخدت بنتها وقارت لها يلا بينا على العرس قارت لها يا ماما انت متأكيدة ان احنا ندخل لازم ندخل قارت لها ايوان دول مهما كان اهلك وعزوتك وهم اللي بقيين لك انا مش بقيين لك لها بعد اتشرع عليك يا امي ربنا يخليك يلينا وما يحبناش منك ابدا ولا يخلينا نعوز حد ابدا وبتخلص الحلقة على كده وده كان ملخص الحلقة استنوا باقي الحلقات وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يمصلكوا الكل جديد اشوفكم على حيخ باي باي